ايه هو الشكل الطبيعي لللسة بتاعتنا من قبل ما تصاب بأي مشاكل أو أبراد؟ طيب اللسة الشكل الطبيعي لها أنه يكون الأول اللون هو بنسميه كورالبينك أو اللون الوردي السطح بتاعها أو الملمس بتاعها أنه يكون شبه أشرة البرتقان يعني بنسميه أورانجيبي الأببيرنس الكنتور بتاعها أو الشكل أنها تكون ماشي على الأسنان ومقفلة كويس معها وما فيش جيوب في اللسة دي ما فيش فراغات بينهم ما فيش فراغات ما بينهم وما تكونش بتسبب نزيف مع الفرشة ما يكونش بتعمل روائح كريهة ما يكونش فيها أي فراغات واسعة بتخلي الأكل يتحشر بين الأسنان أنا عندي كده صورة برضو نقدر نشوف شكل اللسة أكيد كلنا عارفين شكل اللسة الطبيعية بس هي زي ما حددك قلت منطبق عليها اللون أه اللون بس في موضوع اللون ده يعني ساعات الناس اللي هم البشرة غمق شوية يكون اللون أغمق شوية أغمق شوية أه وده برضو بنعتبره نورمل بس على حسب اللون البشرة تمام تمام وإزاي أعرف بقى أن عندي مشاكل أو أمراض في اللسة بتاعتي إيه أول حاجات بتحصل تنبهني أن لا تتبدأت تتعلم أول حاجة بتبان هو مع استخدام الفرشة بيحصل نزيف دي أول أول العرب أه وممكن قبلها بشوية نلاحظ تحول اللون اللسة لللون الأحمر الداكن شوية أيها يعني اللون بقى زي ده اللون أحمر غامق شويتين يبدأ بعد كده يحصل نزيف مع الفرشة كويس دي أول حاجة بعد كده التقدم بيوصل لموضوع ده أنه إحنا يبقى فيه جير يبدأ يتكون أيها الجير ده محتاج فترة إهمال قبله علشان يبدأ ياخد الطبقات بتاعته ويبدأ يأثر على اللسة بتأثير جامد عندنا بعد كده حاجات تبدأ تظهر أشهرها الجيوب اللسوية الجيوب ده أن يبقى فيه فراغ الأكل بتحشر فيه ويبدأ يعمل تسويسات في الأسنان ويبدأ يعمل مشاكل كبيرة جدا ويجاز يبقى فيه ألم طبعا كل ده مصحوب بألم الألم بيبتدي في الحالات دي مع الحاجات الباردة يعني دايما يبقى فيه ألم مع البارد وألم مش جامد قوي لكن بيبقى موجود فترة وما يطولش كتير طيب إيه السبب بقى يعني أنا طبعا أصلا بيبدأ بإهمال ما بقى أقصدش بالفرشة كويس ما بعملش بالخيط ما بروحش للدكتور يشيل الجير بشكل منتظم إيه اللي بيحصل إيه اللي بيحصل فعلا بيسبب إن تبدأ اللي ستنزف تبدأ يبقى فيه جيب يبدأ يبقى الأكل محشور إيه العملية اللي بتحصل أنا مجرد إن أنا سبت أسناني 12 ساعة من غير ما أستعمل الفرشة والمهجوم فأنا النهاردة بدأت تتكون عندي أول طبقة من طبقة الجير كويس الطبقة دي محتاجة إن هي ترصب عليها أملاح من اللي موجودة أو من رلز معانا من اللي موجودة في اللعاب وبواي أكل وبكتيريا وتبدأ تشتغل بحيث إنها تتحول لطبقة صلبة الطبقة الصلبة دي بتبدأ تاخد المكان اللي بين الأسنان وبين اللاس وتبدأ تزوء اللاسل تحت وتبدأ خلاص أنا مهمي لو مستمر إن أنا بنضفش ويبدأ المريض حاسس إن الحتة اللي هي الجير ده هو اللي قفله المسافة بين الأسنان واللاسل وإنه لو شالها بيحس بألم ويحس بالهوى بيدخل في الفراغات دي والدايق والجملة المشهورة بتاعت ده أنا بعد ما نضفت جير الوجع زاد لا دي مش مظبوط ده بيبقى وضع مؤقت بيبقى عندنا فرصة إن اللاسة تمسك تاني في الأسنان في مكانها الطبيعي ويبقى الموضوع كله ماشي ده مش هلت اللي كان بعيدها عن السنة اللي كان بعيدها بالضبط طيب هل ده ممكن يوصل مع الإهمال لإن السنة تبدأ تتلخلخ ده مليون في المية الجير بيبدأ يزوء بعد ما خلاص خلص على اللاسة خالص يبدأ يشتغل على العظم والأنسجة الدعمة للأسنان كلها فيبدأ يزوء العظم التحت وبيحصل حاجة اسمها تراجع اللاسة إن اللاسة تبقى جزء كبير من جدر الأسنان باين وده يخلي السنة نفسها ما بقيتش متسبتة كويس في عظم الفك فتبدأ تلخلخ ويبقى أصلا سبتها صعب جدا يعني أنا رايح على فقد سنة لمجرد أن أنا سبت الجير وأهملت وأهملت تضيفه وأهملت معدل فقدان الأسنان بسبب أمراض اللاسة أكبر بكتير جدا من فقدانها بسبب التساوس يعني ده الأخطر ده أخطر حاجة طيب طيب في ناس فهمة أنها مجرد أنها بتنظف بالفرشة والخيط وكده ده كافي ومش مهمة روح للدكتور لا هو المشكلة في طبقات الجير إنها ممكن تبدأ تتكون في أماكن المريض مش شايفها خالص تبدأ تحت اللاسة التنظيف اللي هو الدوري اللي بيتم كل ثلاث شهور أو بيتم كل ست شهور عند الدكتور هو بيشيل طبقات الزهرة والطبقات اللي تحت اللاسة اللي هي أصلا مش زهرة وفي أماكن أنا معرفش أوصل لها لا بالفرشة أو بالخير بالزبط كافي فهي بقى برضو صعب صعب تنظيفها وبالتالي تركم الجير فيها أكتر بكتير طيب دلوقتي يعني لما المريض بيجي لك وتعمله التنظيف اللي هو السكيلينج أو التنظيف اللي بتاعه هل المتابعة تكفي من الزيارة للزيارة بالفرشة والخيط بس برضو ولا أنت شايف إن الوضوع محتاج على أكتر على حسن يعني لو كان المريض ما عندوش جيوب لسوية محتاجة متابعة أقرب شوية وكان الموضوع بسيط جدا وما فيش أي حاجة ممكن تكفي لفترة التلات شهور إن هو مش هيبقى عنده الموضوع بسيط تلاتة مش ستة من تلاتة لستة على حسب الحالة إحنا دايما بنقول من تلاتة لستة على حسب الموضوع الحاجة اللي بتطلب منه معاد الزيارة التالية حسب ما أنت شايف لازم حسب الوضع اللي موجود هو اللي بيحدد معاد الفل قبل لبعده تمام تمام